اشتركوا في القناة رسميا الجامعة الملكية المغربية سحدد موعد وقرعس انطلاق البطولة الوطنية الاحسرافية قرارت صادمة من الجامعة الملكية المغربية في حق الوداد الرياضي بالموسم الكراوي القادم رسميا الوداد الرياضي يفسخ سعاقده مع لاعب جديد وصيم المصوف يواجه مشكل كبير وفي اخر الفيديو سنعرض لكم جمال الدين حركاس يفاجئ الوداد الرياضي ويغير وجهسه الى فريق اخر بالميركات الصيف الحالي محمد اوناجم يستدخل لاقنع نجم الوداد الرياضي بالانتقال للزمالك المصري اعلنت الجامعة الملكية المغربية بالاتفاق مع العصبة الوطنية الاحترافية لاجراء قرعة الدور الاحترافي في الثاني والعشرون من الشهر الحالي بعد تأجيلها في وقت سابق وينتظر ان تحدد الجامعة الملكية المغربية بداية الاسبوع الاول من دجمبر المقبل موعدا لانطلاق مباريس البطولة الوطنية في نسختها المقبلة علما انه كان من المقرر انطلاقها في العشرون من الشهر الحالي الا انه تزامن هذا التاريخ مع موعد التجمع التدريبي للمنتخب المغربي المحلي ومبارتين منتخب الوطني الاول ضد جمهورية افريقيا الوسطى مما دفع الى تأجيل موعد انطلاق الدوري الى شهر دجمبر المقبل يناقش المكتب التنفيذي للجامعة الملكية المغربية السبس المقبل نزاع سلويداد والرجاء الرياضيين وذلك بعد توصل الهيئة المشرفة على شؤون الكرة المغربية بمراسلة من الاتحاد الدولي الفيفا لمنع الاندية التي لديها مشاكل مالية كبيرة من ابرام التعاقدات بالمركات الصيفي الحالي وكشف مصدر مسؤول ان المكتب الجامعي خلال اجتماعه السبس المقبل سيناقش وضعية الاندية التي حددها الاتحاد الدولي الفيفا ومن بينها الويداد والرجاء البيضاويين واشار المصدر ان الجامعة الملكية ستقوم بتحديد السقف المالي للاندية التي تعاني من كثرة النزاعات والتي لا يمكن تجاوزها في ابرام التعاقدات حسمت الجامعة الملكية المغربية قرارها بعدم ازدواجية المشاركة الخارجية في الموسم المقبل لتفادي المشاكل التي سعرفها البرمجة خصوصا ان الموسم الجديد الذي سينطلق في بداية دجمبر المقبل سيكون مليئا بالمنافسة الرياضية القارية وكشف مصدر مسؤول ان الجامعة الملكية ستلزم الاندية بشروط كثيرة في حل اسرارها على المشاركة بدور ابطال افريقيا والبطولة العربية على غرار فريق الويداد والرجاء البيضاويين واوضح المصدر ذاته ان اهم الشروط يسمثل في الالتزام بالبرمجة وتفادي العراقل التي شهدها الموسم الماضي وعدم المطالبة بتأجيل اي مباراة ليكون فريق الويداد والرجاء امام قرار عدم المشاركة في البطولة العربية للاندية قررت ادارة النادي الاحمر فسخ العقد الذي يجمعه بالحارس محمد مننار بعدما استحصى عليه ضمن مكان رسمي بالفريق الاول خاصة وان النادي يتوفر على اربع حراس ويتعلق الامر بكل من احمد ريد الساجنوسي وعيس السيودي بالاضافة الى يانس حنين وطاها موريد ويعتبر محمد مننار اللاعب الرابع الذي يقوم الويداد الرياضي بفسح عقده خلال الفصر الحالي وذلك بعد عادل الرحيلي والنيجيري جابريل اوكوشيكو بالاضافة للاغندي جويل مادوندو علما ان المفاوضة مستمر مع لاعبين اخرين من اجل فسخ عقودهم وذلك بعدما اصبحوا خارج حسابة فوز البنزارتي مدرب النادي الاحمر حددت الادارة التقنية لفريق الويداد الرياضي ثلاث مباراة يسودية ضد انديا من الدور الاحسرافي وذلك خلال المعسكر التدريبي الذي يجريه الفريق الاحمر بمدينة موراكوش تحضيرا للموسم الجديد ومن المنتظر ان يجري فريق الويداد الرياضي ثلاث مباراة يسودية ضد كل من اولمبيك اسفي ونهدس الزمامرا بالاضافة لفريق مولو دياس وجدا وذلك لرفع التنافسية وتحقيق الانسجن بين اللاعبين كما سيكون المعسكر الاعدادي مناسب للتاقم التقني الذي يشرف عليه المدرب السونسي فوزي البنزارتي للوقف على امكانية اللاعبين باعتباره سيعتمد على الرفع من وسيرة تداريب الفريق الاحمر لزيادة اللياقة البدنية وضمن جاهزيتهم التقنية قبل انطلاق الموسم الكراوي الجديد تعذر على المهاجم سيمون موسوفا العودة الى المغرب من اجل الالتحاق بتداريب الوداد الرياضي بمدينة مراكوش لعدم وجود رحلة جوية بين الدار البيضاء ودولة تانزانيا وكشف مصدر مسؤول ان مسير الوداد الرياضي يحاولون تأمير رحلة لصيمون موسوفا عبر الكوديفور او الامارة العربية المتحدة وذلك حتى يتمكن من اللاحق بمعسكر الفريق الاحمر الذي يعول عليه فوز البنزارسي للرفع من مستوى اللياقة البدنية للاعب الوداد الرياضي تحضيرا لمنافسات الموسم القادم للاشارة كان المهاجم سيمون موسوفا قد شارك مع منتخب تانزانيا في مبارسيه ضد تونس برسمة تصفية مؤهلة لكاس امم افريقيا توصل فريق المغرب الفاسي الى اتفاق الرسمي مع ادارة نادي مولو ديس وجدة من اجل التعاقد مع جمال الدين حركاس المدافع الذي كان الوداد الرياضي يرغب في ضمه الى جانب ادم النفاسي واكدت مصادر قريبة من فريق مولو ديس وجدة ان ادارة النادي وفقت على انتقال جمال الدين حركاس للمغرب الفاسي مقابل مئتين وخمسون مليون سنتيم ليخطف بذلك تاني مدافع من الوداد الرياضي بعدما كان قد تعاقد مع يوسف اقردون بالميركاتو الصيف الحالي وكان الوداد الرياضي يرغب في ضم جمال الدين حركاس وادم النفاسي الى تشكيلته في الموسم القادم الا ان مولو ديس وجدة فضل تسريح المدافع المذكور للمغرب الفاسي ابدا مسؤول نادي الزمالك المصري اهتمامهم بخدمة لاعب الوداد الرياضي وليد الكارتي للتعاقد معه في الانتقال الصيفي الحالي واكدت بعض المعطيس ان فريق الزمالك اقترب من ضم وليد الكارتي بعد دخوله في مفاوضات متقدمة مع الوداد الرياضي بالاضافة لابداء وليد الكارتي لرغبته في الاندمام لزميليه السابقين اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم واضافة المعطيس ان محمد اوناجم كان له دورا هاما في اقنع وليد الكارتي بالاندمام للزمالك وتقرب ادارة الاخر من حسم الصفقة وذلك بعد توسطه بين فريقه واللاعب وليد الكارتي وترى ادارة الزمالك في وليد الكارتي اللاعب القادر على تدعم خطوسة ميدان الفريق بعد رحيلة سونوسي فرجاني ساسي اشتركوا في القناة